بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صلى على محمد وعلي محمد السلام عليكم أعزائنا الطلبة جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا السؤال يقول لنا إذا دارت عجلة خمس دورات في الثانية ودارت أخرى تسع دورات في الثانية فكم دورة تدور الثانية أي العجلة الثانية إذا دارت العجلة الأولى خمس واربعون دورة أي هنا بالنسبة إلى العجلة الأولى خمس دورات تعطينا على العجلة الثانية تسع دورات ويسألنا لو كانت هنا خمس واربعون دورة بالنسبة إلى العجلة الأولى فكم دورة تدوروا العجلة الثانية أي هنا مجهولة سين نستخدم التناسب المنتظم نقول أن السين مضروبة في 5 أي باستخدام المقص هنا تساوي لنا 9 في 45 أي هنا السين ستصبح لدينا 9 مضروبة في 45 قسمة 5 وهذه تساوي لنا 81 دورة أي الجواب هو ألف شكرا لكم أعزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في مسائل أخرى